السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في عدد جديد من نفحات إيمانية الحمد لله يا رب العالمين وعفظ الصلاة وأصدق التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم يا ربي اغفر ذنوبنا واسر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا ربي إننا نسألك من الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم يا ربي ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر ألطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على ما تشاء قدير اللهم يا ربي شف مرضانا اللهم يا ربي اغفر لموتانا اللهم يا ربي عليك بمن عادانا آمين آمين يا رب العالمين كل المشاهدين إخواني المشاهدين اليوم نتعرض الموضوع مهم جدا 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 وهو متعلق بذات الإنسان بنفس الإنسان اعرف نفسك اعرف نفسك فعل أمر اعرف نفسك لازم الإنسان يعرف نفسه يقيم نفسه لأن الإنسان اللي ما يعرفش نفسه ما يعرفش يتعامل مع نفسه مع ذاته هذا الإنسان يكون على جهل خطير العلم مليح ربي يقوله فوق كل ذي علم عليم ويقول رب سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون مش كيف كيف اللي يعلم اللي يعرف خير من اللي ما يعرفش قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أهم علم يتعلق بأن الإنسان يعلم نفسه يعرف نفسه يتعلم تكون عنده المعلومات على ذاته على حقيقته وعلى نفسه وعلى مستواه شيء مهم جدا لأن بعض الناس يكون يعرف شيء كثير يعرف علوم كثيرة معارف كثيرة يعرف علوم كبيرة يعرف أحوال الناس مطلع على أحوال الأمم والدول والشعوب يعرف 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 ولكنه ما يعرف نفسه نفسه اللي بين جنبيه ما يعرفش ما يعرفش تقييمها ما يعرفش مستواها هل هي نفس مطمئنة هل هو في حالة تزكية هل هي نفس مزكاة هل هو مريض بأمراض قلبية أمراض نفسية ومعلى بلوج هل هو في الطريق المستقيم أو لا هل هو في وجباته قائم بوجباته لأن أي إنسان له وجبات عنده فرائض الدنيا هذه ليست دار لذائذ ودار نعيم إنما هي دارت عمل اجتهاد إنك كادح إلى ربك كدحا في ملاقيه رب يقول الفقر الكريم بالنسبة للإنسان يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا في ملاقيه الدنيا هي دار عمل دار اجتهاد دار تعب هل أنت يا أخي الكريم قائم بالواجبات قائم بالفراد قائم بما هو مطلوب منك أم أنت متقاعس مفرط وإش هي الأسباب وعليش أرك مفرط علش مش كتقيم بالواجبات نتعك النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول إنسان يتزوج يدير ولاد يدير امرأة ويضيعهم ما يخدمش عليهم ما يجيرش عليهم ما يخرش للحياة يكسب الرزق الحلال يضيعهم هذا إثم عظيم كفى بالمرء إثما إثم كبير جدا وأكبر صدقة وأحسن صدقة وأكثر فيها حسنات أكبر صدقة فيها حسنات هي اللقمة تجيبها لولادك حلال اللقمة تضعها في فهم زوجتك وولادك حلال هذه الإنفاق الإنفاق فيه مستويات أنواع الإنفاق كين الزكاة المفروضة وكين الصدقات واحد يخرج المال خرج المال فيها أنواع فيه مستويات أهم صدقة أهم شيء تخرج فيه المال وفيه أجر كبير هو أنك تنفق وتسعد عائلتك وولادك إذا ما عندك شيء إذا أنت مش قايم بالواجهة ما تخدمش على روحك أنت إنسان إنسان لا عمل لك هلاش لا عمل لك هلاش ما عندك شيء عمل لأنك معلول في باطنك لأن نفسك مش مزكت لأن أي إنسان لا يجد عملا ينبغي أن يراجع نفسه فهو يعيش أمراض باطنية لأن الأعمال موجودة في كل وقت كين الأعمال في كل وقت تمريض من داخل طهر روحك يا أخي الكريم وتواضع وروح أخر ستجد العمل أي عمل أنا نعمل أي عمل أنا محتاج نعمل أي عمل الروح نعمل أي عمل العمل اللي يشوفوه الناس حقير جدا أنا نديره نكسب به الحلال وأكون عزيزا مرفوع الرأس خير من أن أكون عالى على بابا ولا يما ولا عالى على المجتمع نخدم أي عمل مهما يظهر أن هذا العمل حقيرهم هو حقير لأن أي عمل وش معنى عمل عمل أني أقدم خدمة للغير خدمة للغير الغير هذا يعطوني مقابل الخدمة هذه حلال سواء نعطي له سلعة سواء نعطي له اختراع نعطي له أفكار نقوم أقبله بخدمة معينة نصيق له نغسل له نعاونه ولذلك الناس اللي فهمين اللي لم يروحوا للغرب يأمل أي عمل يرح يغسل يغسل لهم معا يغسل يغسل يعمل بش يتقاضع لأن لأن بعض بعض الأماكن ما تعملش ما تأكلش تموت ما تأكلش يعني لازم تعمل بش تكون إذن هل أنا عندي سلامة في نفسيتي وفي قلبي يجعل لي أني أقوم بالواجب انتاعي وهو كسب الرزق لي بش نعف نفسي ولا بش تكون يدي هي العليا وما نكونش ذليل وما نكونش إنسان يطلب وما نكونش إنسان في مقام ضعيف يعني مقام ضعيف ونقدر نروح نعمل أم لا إذن معرفة النفس شي مهم جدا جدا تعرف هل أنت عندك العلم الفرض عليك رب سبحانه وتعالى تتعلم هل أنت تعرف ربي سبحانه وتعالى ولا ما تعرفش ربي ربي هو لخلقك هو الذي أوجدك هو الذي أنعم عليك هو الذي تعيش وتتقلب في نعمه التي لا تحصى ولا تعد وإن تعد نعمة الله لا تحصى تحب تحسب نعمة ربي ما تقدرش تحسبها ما تقدرش نعمة الأكسجين بارك هذه نعمة عظيمة جدا 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 هذا الشمس اللي نشوفها تشرق هذا الغيث اللي ينزل يعني نعمة كثيرة جدا 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 هل أنت تعرف ربي سبحانه وتعالى الذي ينعم عليك بهذه النعم وتعرف القدر هل أنت تعبده كما ينبغي هل أنت في عبادتك في حالة إخلاص الصلاة تصل لها كما ينبغي الواجبات أسئلة كثيرة جدا 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 ينبغي أن يطرحها الإنسان المهم على نفسه وأن يجد الإجابة وأن يعرف حقيقة نفسه السؤال المطروح لماذا لا ننتبه إلى أنفسنا ولا نستكمل المعلومات عن أنفسنا وفقط نظرنا مقصور على معرفة أحوال الآخرين لأن هذه مسألة تخفيها الشهوة والهوا النفس البشرية تكره الحقيقة النفس البشرية تنفرم الحقيقة تحب نفس مع الشيطان يحب يهربوك على الحقيقة وشي الحقيقة أنك تعيش نقائص معينة ينبغي أن تعرفها وأن تستكمل هذه النقائص تربي روحك تسجم روحك تزكي نفسك تربي نفسك تستكمل النقائص تاعك هذا شيء أساسي جدا ولذلك ربا سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم سبحان الله العظيم كيف نحن نتغير إلى الأحسن إذا كل واحد ناسي نفسه وفقط ندار البروشيكتير نتاعه على الآخرين يحوس على العيوب انتاعهم والنقائص ويتسلى الناس المرضى الناس المعلومين يتسلى يعجب الحال كي يسمع بالأزمات والنقائص والكوارث والأخطاء والعيوب اللي تحصل عند الآخر آه يجب الحال والأخو يقول يسمع ويقول يزيد يحكيله وزيد يسمع يجب الحال وناسي نفسه لماذا لأن النفس تكره أن تجابها بالحقيقة ما تحبش نفسك ما تحبش أنك تواجه بالحقيقة باللي أنترك عندك نقائص الناقص الفلانية والناقص الفلانية والناقص الفلانية وكذا وكذا والعجز الفلانية وكذا وكذا والعمل الذي ينبغي أن تقوم به لازم تعمل بهذه ولازم تقوم بهذه ولازم تقوم بهذه وتقوم بهذه متحبش النفس تحب فقط ولذلك من أكبر من أكبر الأشياء اللي تبين أن رب سبحانه وتعالى رافع يده عليك وأن رب سبحانه وتعالى ما هوش في عيدك وما هوش معاك من أكبر المظاهر هو أنك تشتغل بعيوب الناس تنسى بك نفسك إذا لقيته واحد يشتغل بعيوب الناس وناس يروحوا هو فيه عيوب وناس يهم وميحبش يشوف فيهم ميحبش يعرفهم ميحبش يعرف حقه وفقط تائما صباح المساء هو يشتغل بعيوب الآخرين من الصباح للليل ويدكر نقائص الآخرين هذا الإنسان يعيش وضع موش بليه لماذا؟ لأن أكبر شيء يكرم به الله عز وجل الإنسان هو أن يجعله يتعرف على نفسه وعلى رقائسه وعلى عيوبه وأن يتجاوز هذه العيوب وأن يصلح نفسه ويزكيه أهم شيء علاش؟ لأن ارتقى تكلمنا سابقا على ارتقاء في مقامة الدين باش ترتقي في مقامة الدين باش تعله يرفعي الله والذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات باش تعله درجات في الدنيا وفي الآخر باش تعله باش ترتفع ترتفع بأنك تعرف نفسك وتعرف النقايص وتعرف المكبلات الحواج التي تفرينيك تعجزك تحبزك من أن تنطلق نحو العلا تعرفها وتسجب نفسك وتصلحها وتتجاوز هذه العراقين وتتجاوز هذه النقايص ولذلك الناس العاقلين يقول لك رحم الله إمرا أهد إلي عيوب هدية يجي ينصحني يقول لي يفلان ركفيك الصفة هذه كمشي بلا حسين يجب الحال علاش لأنه إذا طهر نفسه يعني يساعده في معرفة نفسه يساعده في أنه يعرف روحه أما الإنسان الذي يجهل نفسه ويتجاهل يتجاهل هذه النفس يتجهلها ويغضي الطرف عنها ويتبعها في هواها وما يحبش يصدمها بالحقائق لتعيشها وبالنقايص لتعيشها ويتولها فقط بعيوب الآخرين هذا الإنسان سوف لن يرتقي وسوف لن ينصلح حاله وسوف لن يكون لبنة صحيحة في الارتقاء الاجتماعي للمجموع هذا الإنسان ما هو السبب في الرقي المجتمع في التطور لأننا كلنا نجدو أن بلادنا تتطور ونتقدموه كيف نتطور ونتقدموه ونكونوا على أحسن حال ونكونوا في مقدمة الأمم والحمد لله هم مؤمنين رأنا في الرفعة ولكن نزيدوا في العالم الشهادة ونكونوا أقوية من خلال تزكية أنفسنا بعد أن نعرف حقيقة النفس نعرف عيوبها ونعرف حتى الكمالات باش نستفيد من هذه الكمالات نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل العلم والفهم آمين يا رب العالمين ومشاهد الكرام إلى اللقاء إن شاء الله في الفرصة قادمة ترككم في رعية الله حفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته